ممتاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب وحضراتكم ونرحب أستاذنا الفاضل بشماندس أكرم بشماندس أكرم النبار من رواد إدارة المشاريع وحاصل على MSC والP3O والBGMB والBMB والRMB والSB والBSB والPMOC ومشاء الله لتجارب نجحة جبالي جدنا في مجال إدارة المشاريع وحاصل على شهرات الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن ويعني الناس اللي بتابعك معرفين مدى تعريفه الضخيف اللي احتاجات تنظيمية لإدارة المشاريع وابتكار حلول فريدة لتحسين المشاريع والبرامج وبدأ حياته المهنية من أكثر من ثلاثين عام في صناعة البناء والتشهيد وعمل مشاريع وبرامج في المملكة العربية السعودية ومصر وإيران ونيجيريا وأدخل تقنيات إدارة المشاريع في القطاعين الحكومي والخاص وعمل تدريب ممتاز في إدارة المشاريع في الدول كترة جدا على مصار العالم في موسكو والسعودية ودبي والزابي والبحرين والكويت وعمان والسودان والجزائر ومصر وآخر منصب كان شغلوا نوظف في بورت هارفورت في نجيريا كمدير مراقبة المشاريع لمهموعة AGIB-NI أحد الشركات الإيطالية الرائدة في مجال النفط والغاز وإن شاء الله هنتكلمنا النهاردة على موضوع مهم جدا لنا كلنا ألا هو إدارة التغيير الفضل يا سيد فاضل وشكرا جدا لنا شكرا لك بشمهندس عمر وجزاكم الله خير جميعا على الحضور الحقيقة طبعا عمر اتكلم على شهادة شهادات كده نحابب قدي لمحة سريعة عن ايه الشهادات اللي قالها بشمهندس يعني شهادة البي ام بي طبعا هي شهادة معروفة للجميع والكل عارف ان هي project management professional من البي ام اي البي ام اي هما project management institute في امريكا شهادة انا حصلت عليها الحمد لله فضل الله في ديسمبر 2001 يعني حالي 20 سنة دلوقت لكن في شهادات تانية بتنفع الواحد في الشغل لو هو مثلا بيشتغل في ادارة المحافظ او ادارة البرامج او ادارة الجدول الزمني او ادارة المصالع النبي الريسك دي او في مكتب ادارة المشروعات ولزلك انا اخدت شهادات اخرى في سنة 2009 اخدت شهادة في ادارة البرامج وطبعا البرامج مش زي ما الاخوة زميلنا في ال IT بيتكلموا عليها او مجموعة مشاريع كده يبقى برنامج لا ادارة البرامج نقصدها ال related projects ببعض اللي بنترها تحت centralized management علشان نطلع بيه benefit معين الbenefit دي ممكن تكون time optimization, resource optimization cost whatever كل دي من الفوائد والمنافع اللي ممكن تكون من ادارة البرامج ايضا في معهد اكسلوس توجد شهادات بشبهة لهذه الشهادات المقدمة دي الحقيقة علشان كان لسه في حد يسألني مبارح يقول لي طب هو ايه فائدة الشهادات يعني هاقول لك دلوقتي حالا بس اكمل بقية الشهادات الالة اخونا المهندس عمر اه ولان انا اساسا بلانر يعني بعد ما اخر مرة اشتغلت مدير مشروع كان في سنة ستة سعين سبعة سعين في الدمام انا خريج اربعة وثمانين ميلادية اه شامس مدني وبعد كده اشتغلت بقى في planning schedule cost control planning schedule cost control كان يتطلب ان الواحد ياخد شهادة تضيف لي من المعارف وتثبت الاحترافية في planning schedule وده كان سنة 2011 2011 اخدت شهادة اسمها PMI SP schedule professional لكن قبليها اخدت شهادة في 2007 اسمها PMI planning schedule professional كمان لان risk management من الحاجات المهمة جدا اللي دائما احنا بنهتم بها سواء كان بقى في project management ولا في اي حاجة تانية اه اي شغل تاني اه اخدت شهادة risk management 2010 في سنة 2017 اه شغلت منصب consultant PMO head لمكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم السعودية وكان شركات كبرى بتقوم بعملية اعداد وإنشاء المكتب وانا كنت بشغل مع client كاستشاري وتعرفت ساعتها على excellence اللي بيدي print 2 مسلاً المكتب 2 مسلاً هو project environment project control environment من داكسلوس يعني زي PMI اتعرفت كمان على منهجية لإدارة مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع واللي بتسمى P3O وحصلت على الشهادة في نفس السنة تحديداً يوم 20 و21 اكتوبر 2017 كل الكلام دا وكل الشهادات دي وكل هذا الفكر والمنهجيات بتساعدني طبعاً في أني أدرب وأعلم الناس وأدي courses لأن انت تحتاج كمدرب أو كمنتور يقول عندك من الزقية يعني مش مولاً هتروح تدرب كرة قدم وانت عمرك ملعبت كرة قدم وليس لديك شهادات في يعني كرة القدم أو في التدريب فلأن أنا بشتغل كونسلتنت من 2005 بعد ما سبت نيجيريا حبيت أخد شهادات اللي تضيف إلى معرفتي وتساعدني في عملية التدريب والكونسلتشن لأن كل هذه الشهادات وكل هذه الأنظمة لا يمكن أن أنت تطبقها التطبيق السليم إلا إذا كان عندك يعني شوية معرفة وشوية خبرة في التشينج مانجمنت أخدت شهادة التشينج مانجمنت فونديشن في ديسمبر 2018 وأنا تعرفت برضو على التشينج مانجمنت كخبرة عملية في نفس المكان اللي تعرفت فيه على البي سري او كخبرة عملية في مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة التعليم مملكة العربية السعودية فقب ليه التشينج مانجمنت بقى وليه الشهادات تي ربطتها وقفتها عند التشينج مانجمنت لأن في الواقع وفي الحقيقة كل هذه الشهادات هي من هاجيات وفروع من العلوم تثبت أن أنت عندك نالج وربما يكون كمان معها إثبات للخبرة في إدارة المشروعات بكل الفروع بتاعتها ولكن لن تستطيع تطبيق أي من هذه النظر في المكان اللي انت فيه إلا إذا كان عندك بعض العلم بالتشينج مانجمنت طيب ليه يعني؟ إيش معنى للتشينج مانجمنت؟ ما هو أصل اللي حدث تعمله ده كله هو عبارة عن تغيير فطالما فيه تغيير يبقى إذن أنت تحتاج إلى أدوات تغيير وأدوات تغيير بقى الحقيقة فيه مع النظم الجديدة ومع الأورجنيزيشن ومع ميرو يعني مكتوبة بشكل احترافي وخيل جدا فيه الكتاب الخاص بالتغيير للبروجيكت مانجر ويقول لي على أساسه عمله شهادة الاتشينج مانجمنت ده يرجع بقى لي اللي كان يسألني على إيه فايدة هذه الشهادة هل الشهادة دي هتساعدني في أن أنا أشتغل ويكون لها تيمة في سوق العمل هقول له أيوه لا ليه أيوه لا قلت له بس يعني تخيل كده نفسك أنت واحد ما عندكش خبرة أو أنا صاحب شغل وجايل اتنين ما عندهمش خبرة واحد فيهم معا شهادة والتاني معا شهادة هاخد مين فيهم اللي طبعا هتاخد اللي عنده اللي شمعت الانترفيو بتاعه وقتصاد زيه وتوفيق ربانه طب افردنا عندي اتنين عندهم خبرات متشابهة متقربة في موزيشن معين وواحد معاهم شهادة وواحد معا شهادة معا شهادة همش هاخد مين برضو هاخد معا شهادة إذن الشهادة ممكن ترجح عند التعادل يعني ما يكون فيه تعادل ترجح طبعا هذه الشهادة إن حضرتك ممكن تشتغل في هذا المكان طبعا الشغل ده بالذات يعني أرزاق بتاع ربنا ولكن احنا بناخد بيه الأسباب وظهر فيه حد هنا بيقول الصوت مش شغاله بتاع بس طبعا أكيد انتو هتقول له إذن شغل الصوت طيب آه دي أول المحاضرة لسه ما بتدريش قال في شهادة متخصصة آه في شهادة متخصصة ذات تغيبنا أنا بتكلم عليها دلوقتي وهي من الأي بي أم جي جميل أوكي فنبدأ المحاضرة بتاعتنا على بركة الله ونقول لحضرتك أول حاجة عايزين نتكلم عليها آه أقول ساعتك هو آه إيه تغيب آه أنا بحب دايما يكون فيه انتراكشن في المحاضرات فلو كان الانتراكشن عن طريق الكتابة آه برضو جميل لو كان الانتراكشن عن طريق الصوت نقدر ترفع إيدك ونفتح لك الصوت إن شاء الله وتقول وتسأل كل حي مش هنقعد يقول بقى إيه أنا حاوض أشرح وبعدين في الآخر تقوله أسئلة لأنه الكلام طوت ينيم الناس وينيمني أنا شخصيا لكن احنا هنتكلم نتكلم سلايد سلايد كده مع بعض ولو حتى عنده أيس افسار ممكن يكتفل التشات ممكن يرفع إيده إذا حاب يعني أنه يرفع إيده وكلنا فين رفع الإيد أو أنت من الموبايل فيه تلات نقط كده تقدر تدوس عليها أو عند الـ participant تدوس عليها تلات تلات نقط فيه رفع الإيد رفع الإيد دي برضو طريقة كهيسة لو عندك سؤال تقدر أنت تسأل عن طريق الانتشات يعني الأسئلة من الأسئلة الجميلة جدا الحقيقة أبانوك يسأل بيقول لي هو إيه نصحتك للشباب الحديث اللي عايز حديث تخرج يعني اللي عايز يدخل فيه مجال الإدارة طبعا مجال الإدارة إن جنرال كده ولا تقصد إدارة المشروعات أنا هعتبر أنت تقصد إدارة المشروعات طيب إدارة المشروعات الإنشائية ولا الـ IT هتقول لي أنتو طول عمروكو بتقولوا إن مجال الإدارة ممكن واحد مهندس مدني يشتغل فيه تعليم زي ما نقول كيه مهند في تعليم أو واحد تعليم هتقول لك أيها بس يعني الكلام ده لسه في المنطقة العربية بتاعتنا ما هوش مطبق قوي لكن خلينا نقول إن فيه واحد مهندس مدني إدارة المشروعات مهندس مدني أو إدارة المشروعات IT أو إدارة المشروعات تيليكم ياخد إيه من الشهادات اللي تساعدوا إنه يدخل في مجال الإدارة أو يتعلم إيه أو يتدرب إيه ها كلام كميز جدا لأنا بقول لو أنا IT لو أنا واحد Information Technology وعايز أجتب في مجال software ومجال يعني development هقول لك طبعا جدا خد أجايل ليه أجايل؟ ما هو الدنيا كلها رايحة دلوقتي للأجيليتي أو الأجيليتي زي ما بعض الناس بنتقوها هو الconstruction أصبح أجايل IT أجايل التليكم أجايل والتطوير أجايل فخد شهادة أجايل وبما أن السكرام ده اكتئات شخصي مني بما أن السكرام هو أكتر المنهجيات المستخدمة خاصة في السوفتوير وغيره لإدارة يعني هذه المشاريع الـ IT بالأجايل تقدر أن أو بالأجايل تقدر أن أنت تأخذ شهادة سكرام طب أنا ما رددش ليه على راجل مهندس مدني مؤسسنا مهندس مدني وكل الناس اللي بيجي احضرهم مؤسس مدني فحيقعد يقول لك بقى إيه ده عمي بيكلم مع الناس اللي تابعوا لا أنا هكلمك الأول على المهندس الـ IT وبعد كده هكلمك أيها المهندس مدني تعمل إيه لو كنت IT أو بتشهل في مجال السوفتوير أنصحك أن أنت تاخد سكرام تاخد بقى سكرام بقى سكرام باستر مثلا وتتدرك طب ليه ما روحتش ليه الـ ACP بتاعة TMI صعبة صعبة سيبك منها خد حاجة سهلة الأول وبعدين وبقى روح للصعبة يعني ما تسيبهاش تماما لا بس خد الأول السهل خد الحاجات اللي تخلك تعمل لك mind shift وتفهم معلومات وبعدين هو بقى روح للصعبة طيب لو أنا مهندس مدني لو أنت مهندس مدني في الـ Lean Construction وأخونا زمننا ما تحمل سعيد اللي هو موجود هنا معنا في النمو هيرفع عيده ممكن يعني يكلمنا في دين كده عن Lean Construction هو بالضبط طريقة إدارة المشاريع الإنشائية ولكن الـ Agile Concept طريقة الـ Agile طيب دي معلومات يعني أنا ممكن أخدها وتديني knowledge حلو قوي ولكن لو حضرتك عايز تاخد خبر لازم تشتغل في مكان يطبق ويكون عنده change management change management هنتكلم عنه بعد شوية طيب مهندس ميكانيكا والله يمكن تاخد حاجة general my prince 2 علشان تقول أنا داخل في إدارة مشروعات أو PMP أو CPM عايز تتعلم إدارة صح in general مش إدارة مشروعات اعمل Master Business Administration هتاخد إدارة عموما الأعمال ويعمل معاها حاجة خاصة بإدارة مشروعات يعني يا سلام عندنا في الأكاديمية العربية بمصر عموما مصر بيزنس ويخصص في إدارة مشروعات ياخد سنتين من المواد المخالفة والدنيا كلها النهاردة في إدارة المشروعات رايحة لأن يكون مدير المشروع يكون عنده وسنس في الستراتيجي وسنس في الماركتينج وسنس في الأدفانس في و وسنس في الأيكوناميك منجيريا الأيكوناميك كل هذه المؤدي أنا شخصيا وأنا في هذا السن يعني بعمل دي بي ايدي دكتور ا في البيزنس الدكتور بيزنس الدكتور دكتور الدكتور بيزنس دينا معلومات ويدي ويتس كده في المعلومات قدرت استخدمها الجامعة في مصر عندنا الأكاديمية العربية مش مصر بس في كل دولة عربية في كل دولة عربية فارغ والنهار دا اللي عملية بقت سهلة في الأكاديمية العربية للهلوم والتكنولوجيا البحرية للهلوم والتكنولوجيا وأسهل حاجة أن انت تقدر تقدم وتشتغل كل حاجة طيب نبدأ بقى المحاضرة بتاعتنا ونشوف موضوع ال change خلينا نبدأ كده بسؤال بسيط يعني ايه التغيير أو يعني خليني أقولك ايه هو الغرض من التغيير ممكن حد يقول ان التغيير هو التطوير مزبوط اه والله التغيير ده الغرض منه عملية التطوير أو الغرض منه هيكون عملية البقاء يعني خلينا نعرف لك الاول ايه هو ايه التغيير وبعدين نرجع تاني لل survival أو evolution اللي احنا بتتكلم علي شوف لو انت في وضع معين زي مثلا انا متخرج من هندسة ميكانيكا لما كان بيسأل كده روماني او ابا نوب كان بيقول انا متخرج من هندسة مدني وضعي الحالي اني ما عرفش ادارة او يا دوبك على خلال المتين اللي خدتهم في الجامعة بتاعت في كلها بتاعت عايز انتقل عايز اضع نفسي في وضع جديد ايه هو الوضع جديد اني اكون متعلم ادارة صح زي ما روماني قال جدا واني ابدأ بعد كده اخد الليد في عملية الادارة ايه مالو ايه المشكلة ده يحتاج الى تغيير يبا اذا تحرك حضرتك من الوضيشن اللي انت فيه وخاصة لو كنت فيه مكان ستيبل انت بتشتعل في شغلانا انت فيها ستيبل وهيستنتقل الى مكان جديد يؤدي الى انك هتتعلم حاجة جديدة هتغير من سقفتك دي اللي نقول عليها ايه اللي تشينج او حتطور من نفسك عملية او التطوير step by step planning زي ما بيقول في ادارة المحافز دائما انا بحب اربط الامور بعدها يعني ما تخرج عن الموضوع الحاجة احنا بضربط الموضوع بعدها عشان جميع يستخدم في ادارة المحافز وادارة المحافز احد الطرق اللي بنعمل اللي بيها implementation ل portfolio management على حسب بيكسلوس هي ما تسمى ايه revolution revolution نقصد بها التطوير خطوة خطوة مع عملية التخطيط لان فيه طرق تانية زي big band او ال ad hoc ان شاء الله قريبا نعمل لكم دورة managing of portfolio نتكلم فيها على هزي لكن اللي انا عايز اقوله هنا ان انت حضرتك عايز انتاخذ مكان لمكان شوية شوية بتخطيط انت تحتاج إلى figure change management طيب مال ايه موضوع survival survival يعني البقاء انا عايز افضل في مكاني مش عايز الناس اللي بيشغلوني ياخدوا يعني يجيبوا حد مكاني عايز افضل على قيد الحياة في العمل اللي انا بشتغل فيه طيب اعمل ايه طيب برضو حيبع عندي نوع من الواع التغيير هنتقل من learning باستخدام learning من الوضع انا فيه الى وضع تاني عايز اوصله زي المثال اللي احنا قمنا على موضوع انك تاخد شهادة او تعلم management عند عنده ايه استفسار بالضبط ال as is وال to be مانس محمد فتحي مانس محمد فتحي وانه تعد بجاعة دائما بيحتر معاه كل محضرات مرحب ال as is وال to be الوضع اللي انا فيه ويا سلام بقى لو كان الوضع اللي انا فيه يقولو عليه ال comfort zone اللي انت مرتاح فيه ومبسوط وانا اللي خليني اغير وانا بقى لي 15 سنة في الشركة دي حتى راجي 15 سنة شركة سهل نفس الشغل انا مش متخيل بصراحة هتتعلم ايه في نفس الشركة 15 سنة اه يمكن يكون عنده تنقل اد في افرق كتيرة ووظائف كتيرة وعنده قريب بص ماشي بس ده مش هو الكيس بتاعة الناس العادية انه يفقى في نفس الشركة بيعمل نفس العمل 15 سنة انه خبرات بتكون محدودة اذا اذا هو عايز يمتقل مكان الاخر الحد عنده استقصار قبل انتقل الى السلايد اللي بعدها خليني اكلمكم في السلايد دي على ابسط الانسلة التي يمكن ان هي تبين لنا موضوع التهيين في سنة السبعتاشر راه دي دوبك يعني كده ده حيخش الجامعة المفروض ان معظم الشباب يكونوا لعبوا لعب الفيديو لعب ده على ايامنا كان او على ايام مولادنا كان اللي هو بلاي ستيشن طيب لكن في الحقيقة هو قاعد يلعب لعب فيديو ويسوق عربيات ويسوق طيارات ويسوق صواريخ لكن عمره ما قاعد في مقعد السائق ابدا عمره ما قاعد في مقعد السائق ابدا هو في المرحلة دي هو غير كفر هو incompetent ولا يعي على فكرة انه هو غير كفر له هو قاعد فالي يطير ويطلع ويعمل لكن حالته النفسية هو بيلعب لعب الفيديو هو unconsciously incompetent يعني هو غير كف لكن عن غير وعيد طبعا احسن حاجة ان انا اخده كده في منطقة مفتوحة وكبيرة وقوله تعالى في الميدان يحميدان واريني نفسك حبيبي هتعرف تسوق وحاول وخاصة زمان يعني انا اكلمكم على حاجات يعني حصلت وخاصة زمان كان العربيات تبقى معظمها في الجير بوكسي جيب الاول والتاني والتاني اول ما هيبدأ ويشتغل ويمشي غالبا حبوسة تلاقي العربية ناطة مانية ليه ما هو لسه رجلية مش واخدة هو قاعد في simulation قاعد في يعني عالم افتراضي وفاكر نفسه انه بيعرف لكنه لا يعرف طيب هنا بقى حيبتدي ياخد باله انه هو incompetent لكن يبتدي يعمل ليه ياخد باله شوف احكي هكذا لكن يبقى اصبح عنده ادراك انه لا يعني incompetent في حد يقول الصوت مش شغال الصوت شغال يا جماعة لو الصوت شغال لو سمحت تكتب واحد في هذه الحالة مالوش حل غير ان هو يتعلم طبعا اثناء دروس القيادة ولما نيجي نختبر الصائق الجديد اللي بيتعلن ده استمرار بيقعد يفكر كده في اللي بيعمله وايه ويعمله ويعمله زي الكتاب وفي الحقيقة اثناء اختبار القيادة بيحاول 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 ان هو يظهر للي بيختبره انه يعني مفيش احسامين وماشي بالزبط زي الكتاب وانه مؤهد فهنا في الحالة دي اصبح مباعي انه competent اتدرب اتدرب لما ما كانش بيعرف اصبح بيعرف وينجح وياخد الرخصة اول ما يكتاز الاختبار ويكتسب الخبرة اللي بالا جدا كله تقدر تحطه كده على الناس اللي بتشتغل في اي حاجة المشروعات واحد خد شهادة بعد ما خد الشهادة افتكر انه خلاص هو خد شهادة الPCO ولا الانجمانجمنت ولا ينزل كده ويجيب الكتاب ويقعد يطبق يعني حصلوا ايه حصلوا زي الراجل اللي بيحاول سؤال العربية ليه لانه ما اتدربش التدريب العملي اللي اه اندر المنتور بتاعه طيب ييجي المنتور بتاعه يدربه ويبقى قاعد بقى اعمال بكل حتة كده بيعملها زي الكتاب يصبح عنده الخبرة واكتسب الخبرة ويطبق المعرفة بطريقة حقيقية لكن في مشكلة بتحصل عند الناس الفوراء اللي بيطبقوا المعرفة براح ان هم يبطلوا يفكروا في ازاي ان هو يطبق خلاص يروح مشغل الاوتو بايلوت يروح عليها احنا ايه اوتو بايلوت خلاص بيسوق لكن اوتوماتيك بيسوق من غير ما يفكر فيه خطوات العمل لانه اصبح في الحقيقة يعني واعي وعنده خبرة وكل حاجة هنا بيرتد شوية بيبقى unconsciously competent ويرتد ليه بقى ما هو unconsciously competent ومشتغل باوتو بايلوت ومفيش اي مشكلة بيرتد لانه هو بيغلط بيغلط علشان خاطر الموضوع طائب هنا دايما بنقول الناس اللي بيشتغلوا ان لازم تكون مركز حتى لو كنت خدت الخبرة لان اسناء العمل تطلع لك مشاكل ما قلتش شايفها قبل كده مهما كان عندك خبرة الصعوبة اللي بتاكمن هنا في ان احنا لم نعد نركز على ما نقوم به وبالتالي يمكن ان تتطور طرق المختصرة اللي احنا نستعمل بيها دي الى عادات سيئة وممكن يؤدي بينا اللي احنا نعود الى عدم الكفاءة وبلا وعي انا بقالي عشر سنين بعمل الشغلانة دي وماجح فيها المراضي ما نجحتش ليه ما وفيه حاجات ده طلعت يا اخي وانت عادش اقال بالقديم متورتش نفسك او او فيه يعني عوامل بيئية حواليك بدأت تأثر انت ماخدتش بالك منها وفاكر نفسك ابو علي خلي بالك من الوزئية بتاعة الـ حتى عنده أي استفسار نهينا بنتكلم على موضوع التعلم وعلاقته بالاندفيدو مش معنى التعلم ما هو التعلم هو بداية التعلم هو اساس التعلم هو اللي يخلي الناس حتى تعمل التغيير لو فيه أي استفسار اكتب فيه الـ او ممكن تعمل ريزهات طيب تمام جميل جدا تعالا بقى نروح نتكلم على التغيير وعلاقته بالاندفيدو عمنا كوبلر روس فيه واحد اسمه كوبلر روس عمل هذا المنحنة وسميناه منحنة التغيير وقال ان فيه رد فعل هتحصل لما خلال الوقت طبعا ردود فعل كبيرة لما نبدأ بالنظام الجديد خليها ادي لك مثال كده واشرح لك بس الاول ان المحور X ده هو يمثل التايم في البداية في النص في النهاية والمحور Y ده يمثل الحالة النفسية والطاقة اللي موجودة عند الناس والperform فتعال افترض كده ان انت قاعد تشغيل في الورجانزيشن بنظام معين والناس كلها مبسو طبعا النظام ده جميل جدا وهو قال ايه تستخدم نحن نحن بنكسب من وراء ولا في احرام كده اللي بقى لك اي حد ان شاء بنظام هتاخد كده طالما بيكسب يعني يعني عايز اقولك ان اللي بيش بطريقة البلد يعني في مصر يعني مع النوت والورقة والألم وبيكسب اول حاجة بتحصل عند الاشخاص او الشخص اللي بيحدث عنده التغيير انه يحصل له ايه هو انا انا ما اعرفش فرنسان يعني مونامي مش عارف ايه فمونامي يعني حبيبي الوحيد الالعرف مش كده لو سماحت تكتب لنا عربية انجليزية انا ما اعرفش فرنسان لو في حد يهرب فرنسان جماعة يدبر الجملة اللي عاملها اخونا اه في كتب هقولك في الاخر على الكتاب لا مش دي مش اول حاجة الحقيقة ان اول حاجة هتحصل هي صدمة شو ايه ده نظام جديد ايه الكلام ده طب هو احنا نعمل هو الحاجة الجديدة دي هدقير من موقفنا طب احنا ما كناش مضطعين طيب هذه الصدمة هتفضل موجودة ولكنها هتقل لو كانت مفاجأة كاملة حتى لو كانت نص مفاجأة هتقل طيب ايه الخطوة اللي بعديها بعد الشوك رد 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 فعل تاني رد فعل التاني هو الانكار الانكار لا 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 بص النظام اللي انت جايبه ده حضرتك في الشركة مش عشان النظام اللي انت جايبه ده جايبه علشان ناس تانيين مش احنا اللي هنشتغل لسه الاعتراض يا ابنوب حييجي في الخطوة اللي جاي هيجي يبتدوا بقى يعملوا آآغضب وبلين ايه ده ومن اللي جايبه لنا الشوغلانة ده رئيس مجلس دارة ده بقى الوه ده جايبه لنا ده اللي بقى مؤمنجر بقى جايبه لنا النظام آآ هيتعبنا بقى وحنوقع حتوب وبرق وبقاع للا لا لا انت انت اللي جابت الكلام ده نوعبقى ايه نلوم بعض اللوم الاخرين بسبب هذا الامر رد الفعل لما ينتقل الى الغضب واللوم ده لانه بيكون الغضب ده من الاشخاص اللي دخلوا التغيير ويلقوا اللوم عليهم لانهم تسببوا في حاجة الى التغيير رغم الله لما كنتوش انتو لو كنتو شافين شغلكو وما كناش نخسر وكنا مش محتاجين للتغيير يجي بعد كده نبص نلاقي ان لبقى لك بقى من حاجة المكلمة لك هخطبه الرابعة شايف الكيرف عمال ينزل طب الكيرف من واحد اثنين عالي مين يقدر يفسر لي علو الكيرف من الاتشوك للدنايل وبعد كده نزول وهو الكيرف ده خلي بالك احنا عندنا وقت اهو وقت اهو ما بين الاتشوك والدنايل وعندنا علوه في ايه في المورال والانرجي والبرفورمانس بالرغم ان فيه لان هو عايز يثبت ان احنا حمس ويشتغل تمام عشان يقول ايه انتم تحتاجين هذا النظام احنا الكلام ده عندكم مش عندنا ينكر كيف احنا نزود احنا عندنا البرفورمانس يزاد نغير للنظام الجديد ولما كان لكن لما نصر اللي الضارة بقى تصر على النظام الجديد يبدو ينزل البرفورمانس الحماس يروح والطاقة تروح والمورال يقل ويبقوا يشتغلوا في موضوع الانجل الغضب والبين ينزل كمان اكتر لما يبدو يساوموا بقى خطوة الرابعة هي احطيعاب الغضب والانتقال الى لوم الزيت او المساومة يعني انا السبب احنا اللي سمحنا بهذه الامور الاسباب اللي قالت التغيير لابد منها دي جاية من افعالنا احنا طيب لو كنا بس نزون بقى طيب ما ممكن نعمل بس يبتدي يبحث بقى عن اشياء كان ممكن انه يقوم بيها بشكل مختلف علشان يمنع الحاجة الى التغيير اما الخطوة الخامسة هننزل في الحضب في اخر حاجة بقى في نزول البرفولز اسمه دكتور كوبلر كي يو خلناك اتبعلكم كده في الشات ده اسم الكيرف عشان كان محمد السيد بيسأل عن اسم الكيرف هننزل بقى ايه في الحضبية تحت خالص يحصل بقى هنا الدبريشن لذلك الشباب لا او دبريشن من الجدد لا مش على طول لسه ينزل بقى دبريشن بقى ويبتدوا يعملوا ايه بقى ايه بقى عندهم يعني كونفيوجن فيش انتاجية بقى فيش انتاجية يبقى أصبح عندنا الاكتئاب والارتباك او دبريشن اند كونفيوجن بعد ما هم ملاموا نفسهم وهي دي اللي بنوان عليها ادنى نقطة من حيث التقدير والمعنويات والانتاجية كل البرفورمانس والمورال والانرجي ليه لان خلاص بقى يعني الفرد مش متأكد هو هيعمل ايه ولا عنده رؤية يشوف فيها طريقة التعامل وهنا نقول عليها الفوضى الكايوس يقولوا عليها اللي كان الفوضى الخطوة الخطوة السادسة يا جماعة هي ايه ده ده احنا ابتدنا نطلع تاني في البرفورمانس الموضوع اصبح امر واقع اصبح امر واقع الشطارة من الادارة في حد رافع ايدك طيب ما له فيش ايه مشكلة بسكت وان ميوت تفضل او تفضلي اسمع او تفضل ممكن تعمل ان ميوت لنفسها وتسأل السؤال واضح انه كرفع ايدو غالط الشطارة في الادارة جماعة هنا انه هم يقللوا من الوقت مش عايز اقعد كتير في القوع كده في المرحلة اللي فيها يعني ديبريشن والكونفوشن عايز اوصل الى هعمل كاملة ازاي هنكلم بعد شوية على الموديلز الخاصة بالتبهير وهقول لك خطوات عمل معينة عشان خاطر تقدر حضرتك يعني تستخدم هنا في القبول الخطوة السادسة لما الفارد ما بيجدش اي معنى وما بيجدش عارف اين هيعمله فبيبتدي يدور يبص القدام كده واحنا هنعمل بعد كده هنا بقى هي النقطة اللي فيها الفارد بيحاول يلاقي طريقة يعمل مصلحة مع تبه ويبقى التغيير ده لصلحة الخطوة الاخيرة في المنحنة هي حل المشكلات او المضي قدما خلاص بقى هو التغيير موجود طب انا مش عارف اطبق السيستم الاولاية اروح اخد الكورس ولا افتح يوتيوب واتعلم طب انا مش عارف اتعامل مع الشخص الجديد اشوف ما تقلو فين واعمل معا ميتنج قاعد انا عمال اعمل ايه قاعد انا عمال با اوجد حلول للمشكلة علشان اعرف اشتغل واعمل performance عاية لا ما هو الادارة هتعمل خطوات انجنير حسام يقول اما انا كادارة هتفرج لحد الادارة هتعمل خطوات لان حضرتك الادارة لما ما عملتش الخطوات هيفضل في ويفضله في لكن انا هعمل حاجات معاينة هقول لك عليها بعد شوية هتؤدي لان هو يحصل له و و مش عارف ايه وبعدين يتحول ويقبل ويبقى عنده فانت الخطوات السابعة زي ما طلب احد زي ما اللي انا عادها بسرعة على حسب الصناعة اول حاجة انا داخل نظام جديد قلت لهم او ما قلت لهمش قلت لهم يعني باستخدم evolution او ما قلت لهمش يعني انا دخلت بيك بان وهو دايما يقول لك ايه افويت بيك بان بيحصل الاتشوك وبالتالي يتحمسوا علشان يثبتوا ان هم احسب من نظام اللي جاي وينكروا وبعدين انا ابتدي اعمل احط الرؤية والرسائل واعمل تحالفات اقول لك اهو خطوات اللي ترى تعملها واقل اعمل تحالفات مع الميدل مانيجمنت فيحصل من الناس اللي عندهم resistant الانجر والبليم والبارجنينج والسلف بليم وينزل تحت خالص وانا بحاول ان انا ابعت له رسائل واشوف ناس تانية عندها قصص نجاح عامل معهم وينز ومش كل الناس هايقوا في ماشين في الكرف ده في ناس هتيجي معايا على طول وفي ناس هتقعد شوية لغاية ما ترجع تاني تروح لعملية في الواقع لو كنت هتعلن عن الدعم لهذا التغيير هيحتاج الموظف بتاعك انه يمشي على المنحنة وانت محتاج تقدم له لرسائل وهذه الرسائل تكون واضحة وفي communication وتفهمه ايه اللي هيحصل فيه التغيير وتكون الخطة واضحة للتغيير وطبعا don't make change and add on يعني مش وانت شغال تزود في حاجة تغيير اللي انت عايز تعمل لها حط vision من الاول وما تزود فيه الامور اللي تصعب عليه بالعكس خليك agile في ان انت تسهل عليهم عملية learning حد عنده اي سفسار لما يكون اكبر المعارضين لأيه تغيير هو للترى العليا لا هو مش تحد هو هيبقى فشل بشرك يعني وده كتب التغيير بتقول كده يعني لو اخدت معاك كورس التغيير هقولك في اول محاضرة لو ما عندك راعي للتغيير وهذا الراعي عنده صلاحيات استراتيجية وهو التشامبيان بتاع التغيير وهو من فوق انسى الموضوع مش هيحصل تغيير ده ده علماء التغيير يقولوا كده والواقع بيقول كده لو حضرتها بياخد عايز تعمل فيه مقوم وعايز لسه تقنع الادارة العليا ان البيمو دي حاجة كويسة انسى الموضوع مش هتحقق عشرة في المئة من اللي انت عايش ولهذا التغيير يأتي من اعلى ويأتي من اعلى بتكامل مع الناس اللي في الميدل منجمت واللي تحت لكن التغيير عم ما هينجح اذا ما كانش عنده شامبيان موجود من فوق المدة زي ما انا قلت لك على حسب الصناعة يعني مثلا في الكون انا عايز اعمل بمو حسب التغيير انت بتعمله عايز اوصل من لفل وان اللي هو مفيش بمو خالص الى لفل ثلاثة اللي هو حوالي سنتين في المية من مستوى النوت بتكون تقريبا في حوالي 18 شهر انا شفت شركات بتحط 12 يعني تشالنج صعب وخاصة اذا كانوا كتير ضبط جدا هيا بتقول ان الانتشينج لازم ييجي من الاثوريتيز في المانجمنت لا ينفعش الانتشينج ابدا ييجي من تحت يعني هو لو جي من تحت ووفق ووفقوا عليه في المانجمنت وكانوا مقتنعين به يبقى حيحصل يعني ممكن الايديا تيجي من لكن من غير السابورت الفؤاني انسى الموضوع ده نتفق للنفع البعضية والسلايد البعضية ونشوف فضلا فضلا استاذا حضرتك طيب لو كان ارادة التغيير حضرتك كيفان لو كانت ارادة التغيير متطلب من متطلبات الاونر وأنا لست على قناعة بان الاونر قادر على التغيير لانه بيغير من سياسة ادارة مؤسسية لسياسة ادارة اعمال خاصة يعني عشان اوضح اكتر لو انا مثلا الاونر بتاع شركتي عاوز يخلينا نسيب ادارة المشاريع العامة وننفصل من المشاريع دراع اليمين في ادارة المشاريع مثلا لو انت لو انت مش مقتنع هو معرفش اقناعك هيشوف غيره انا انا مقتنع بكده اه 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 حمامي الان لو انت مش مقتنع يا حمام لو انت مش مقتنع ان انت تروح في هذا المكان وتؤدي فيه هو معرفش يخناعك يبقى اكيد هشوف غيرك يعني مش هقدار رأيه هو واحد مقتنع بفكرة معينة عايز اعملها صح انا اعتقد انه هو ما لجأش للفكرة دي او يعني انا مقتنع يعني انا برضو ان هو ما لجأش للفكرة دي ان لما لقى او لما وجد الادوات اللي تساعدوا في هذا التغيير لما وجد اشخاص قادرين على ادارة هذا العمل فراح فكر في هذا الامر لو ما كانش شافني قدامه اعتقد انه ممكن ما كانش يفكر في هذا الامر بس فكر وشاهد بس انا اخشى اني اخد تجربة زي دي اقوم اندم انت انت تخشى السبب انت عندك زي كل الناس اللي اللي يعني يخشوا من التغيير ما يسمى learning anxiety انت قاعد في comfort zone في مكان ومبسوط وصعيد وماجح وعايز ياخد في مكان تاني فانت خايف انه يحصل تغيير وما يحصل نجاح والخوف عادة يكون من learning anxiety وزي ما انا قلت لك من شوية زي ما قلتش هتبقى مختنع بالكلام ده وتروح معاه هشوف غيرك بس قبل ما شوف غيرك هيعمل لك survival anxiety يعني يعني هيقول لك بس الموضوع مش صعب واحنا هنشترل وحستنى عليك وانت يمكن الآن من implementation وشايف ربما ان النظام الجديد والشغلان الجديد فيها تحديات لكن انا هصبر عليك لغاية ما تتعلم فلو فضلت حبلتك لا يعني مش انا مبسوط مش عايز اروح هيحاول معاك الاول survival anxiety يقول لك ما هو انت لو ما جتش انا هاخد غيرك وحتى مكانك اللي انت فيه بصراحة مضمنهوش لك انت شايفين الموضوع ده يا جماعة هو ده اللي محسن على فكرة يعني انا الناس اللي كانوا خايفين من التغيير او رفضين التغيير او عمير التغيير العلماء بتوع التغيير بيقول بيقولوا ان عادة بيكون السبب هو القلق القلق من التعلم مش عايز ابتدي حاجة جديدة لسه اتعلم انا خايف اكون اني غير كفر في هذه الحاجة الجديدة ومعندي skills و knowledge تبع اعمل انا انا بقى كادارة هنا ارفع لك survival anxiety اقول لك بص من غير الجديد ده ومن غير محاولتك لتعلم انا هديلك support لكن لو ما حاولتش ولو فشلت احنا هنغيرك هنشوف حد مكان لو انت حاولت حي support علشان هو عارف ان الموضوع هياخد وقت من الى انما لو حصل في قلم بقول احمد عشور فعلا ده حصل تمام ده تغير ماشي فعادة يا جماعة لما نيجي نشوف ايه سبب resistant وخاصة انا هنبصد دائما من المناجمت اللي هو زي المونت احمد كده اول لك ورمنه وقولك يا عم احنا عاديين ومقصوطين وبعدين احنا بقى لسه هنتعلم حاجة جديدة وبعد ما شاب و يعني انا عندي بقى دلوقتي خمسة واربعين سنة وليس احروح هتعلم وعندي خمسين سنة وليس احروح هتعلم اهاب اهاب عايز يقول حاجة تفضل اهاب رفع ايدك اهاب هالسو الحاجة ولا ايو ايو مزبوط 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 الحقيقة الارادة هنا في التغيير وعدم التغيير او في التغيير انا ما عرفش الاخ اللي كان بيتكلم ده بيتكلم هنا من مصر او بتكلم من بره السيستم انترناشنالي كل يوم فيه جديد و مايقدرش تقوب مع ال بتاعة السيستم من وجهة نظر المانجمنت من وجهة نظر نيو تكنولوجيز من وجهة نظر الابليكيشن اكشولي ده بيلاقي نفسه بعد فترة صغيرة بيعمل حاجة من اثنين يبقى قاعد في الريزيستنز زون مش الكمفورت زون وهتيجي لحظة حيلاقي نفسه بره الورجنيزيشن كله او هيلقي نفسه داخل في مشاكل وتحديات اكبر من اي امتلوية هوا الاسكيلز بتاعه فانا ارجو ان الاخ اللي كان بيتكلم he has to find it as opportunity with that opportunity he has to put his terms and conditions to accept and the mean time ياخد كل السيركمستانس اللي تساعده ان هو يطلع في الكارير بتاعه وفي نفس الوقت two meter requirements بتاعت ال end management مع مع التأكيد اني على اي درجة هو هيطلعها فهي في الاخر لما نفعتوش within that organization لو هبش تقال فيه هتنفعه في مكان تاني plus ويمكن ربنا كاتبها له عشان يزيد مرتب انا معك اعتذر عن الاقرام لا بالعكس سؤال لحضرتك حضرتك ذكرت في اول كلامك هدي الميدان يا حميدان حضرتك كنت في كويت لا هي كلمة الاخوة الشوان بيستخدموها دايما في كل مكان طب هدي الميدان يا حميدان ده انا عايز اقول لك يعني انا طلعت عيني الغات لما عرفت فين الميدان ومين حميدان بيقول لك بيقول لك هدي البحر و هدي اللي مش عايق هدي الجمل و هدي الجمل خش بقى ووريني نفسك يلا هتنظر عن اللي طالب شكرا دا لها كلام مضبوط والاخ احمد شكرا دي كلام موانسياب مضبوط جدا و دا كلام سليم طيب تعالوا بقى بعد ما عرفنا الناس اللي بتعمل تبيير بيلعبوا في انت الحج اني و عرفنا ان عادة بيكون الريزيستنت من يا اما الكسلانين اللي مش عايزين يتعلموا حق جديدة اما الناس الكبار في السن اللي اللي لك عمال لسه اتعلموا حق جديدة و ايسا بقى هفش الكتاب و بتاعه الكلام دا تعالوا نتكلم على سبب اخر يؤدي الى عملية الصعوبة في التغيير السبب الاخر دا جماعة هو الكالتش الثقافة كلنا نسمع الكالتش 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 ايه ثقافة دي الله يبعد بالغلماء هامدن و تيرنر قالوا ان ثقافة المؤسسات او الثقافة ان جنرال يعني عبارة عن ثلاث طبقات زي مثلوها كده بالباصلة زي الباصلة وقالوا ايه الثلاث طبقات دي لها حدود touch surface اللي عادة بيكون فيه artifacts شغل اللي احنا بنعمله وازاي احنا بنتصرف المعايير بتاعتنا how they behave والجزء الاعمق بيكون هو اللي فيه المعايير بتاعتنا والنور القيم والجزء الاعمق اللي تحت خالص بيكون فيه احنا نتكلم على كل طبقة من هذي الطبقات الطبقة اللي في الصد دي عاملة زي كده الآيسبيرج عاملة زي الطبقة اللي موجودة على الجبل التاليجي دي التالج دي اللي باينة من ثقافك او ثقافة المؤسسة بتاعتنا دي اللي بيبقى موجود فيها شكلك ولبسك ومكتبك وعربيتك الحاجات ديت يعني طريقة تصرفك يعني دي الامور اللي بتكون موجودة في السطح حجم المكتب قاعد في open space ولا قاعد ازاي طيب احنا نوع العربيات اللي هنجتبهلك في الشركة كل دي نقول عليها النفقات اللي احنا هنصرفها اللي ممكن تطلبها وانت مسافر وكذا كل دي نقول عليها انها الطبقة المرئية من الثقافة زي كده جبل الجليد اللي باين فيه جزء صغير من فوق انما الطبقة التانية الاعمق دي اللي بتشكل المعايير والقيم معايير حضرتك وقيم حضرتك او معايير وقيم المنظمة جيد بتوفر لنا مجموعة من القواعد حوالين ايه هو اللي صح وايه اللي مصح وممكن يكون فورمل وممكن يكون انفورمل يعني مثلا مسموح تلبس اي حاجة وانت راح الشغل ولا فيه دريس كود يعني الحاجات اللي انت بتجيبها معاك بتجيب اللي انت عايزه ولا فيه عندك سيكيوريتي رولز الموضوع بتاع الصح والغلط التعبر عنها سواء فيه شكل رسمي في الكتب بتاع الرول او غير رسمي ومتعارف عليه زي الاتزام بالمواعيد هل لديك فيه مواعيد ولا فيه واللي هميني بس الانتاج شكل عموما هيكون ازاي هنستخدم مع بعض اسماءنا الاولى ولا هنقول ابو فلان وابو فلان هنجتمع دايما بشكل رسمي ولا ممكن يبقى فيه ad hoc meeting دي كلها اللي نقول عليها القواعد اللي نقول عليها النور والفالي انا لما باجي عايز اعمل تغيير طبعا انا هتكلم بعد شوية على في السلايد اللي جاي لما باجي اعمل تغيير بيه 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 الجزء اللي باين اللي فيه الارتيفاكت والبرودكت والبهيفيار لا انا كمان باهتم بيه النور والفالي ان انا اغير ها وباهتم اكتر بالجزء يا جماعة اللي تحت يقول عليه التيبست اللي فيه البيزيك السامشن او يقول عليها الافتراضات الاساسية يعني احنا شركة خلي بالكم الافتراضات الاساسية اللي بتقوم عليها الاعراف ونادرا ما يتم التعبير عنها بصت لقياها جاية زي شعارات مثلا سياسية يعني مثلا نقول جميع الموظفين متسوين ممكن يكون عندنا احد الاسامشنز ان الجشع ده شيء كويس عارفين زي الفيلم بتاع جوردن جيكو ما تكلم على قال الكريد زي مثلا نحن نقدر الافراد كل هذه الافتراضات تأتي من طلب المنظمة ولو حتحاول تغير بهذه الاسامشنز اللي موجودة في القعدة اللي جوه تحت دي حيحربوك زي مثلا الله احنا جايبين الاخوة المستشارين دولة علشان يشتغلوا ويرايحونا هم يعودوا للساعة ستة أو سبعة أو تمانية ويشتغلوا في الويب اند واحنا نمشي بالساعة البعض او فيش مشكلة ما دي فتراضات ايه الكلتر هو احنا جابين لسا شارج علشان يقول لنا نعمل ايه ولا علشان احنا نقول لهم نعمل ايه لا احنا جابين لسا شارج عشان الافتراضات ويقدر انت تغير فيها يعرف ان انت سيتم محاربتك جدا يعني على سبيل المثال لو كان الافتراض الاساسي للموظفين في احد الورجانيزيشن او المرافق اللي تم خسخصتها مؤخرا هو ان المنظمة موجودة من عجل الساحة العامة لكن كل الرسائل لم تتفق مع الرسائل اللي قدمتها الادارة بشأن الحاجة الى تحقيق ربح احنا مشتغل في شركة لخدمات وطنية ولكن طب وده يعني كلام ان انا بقدم خدمة عامة مش لازم ربح لا لازم اقدم ربح ومعنش قال لي طيب في هذه الحالة انا محتاج اني حقق ربح في الافتراض الاساسي تم استبعاده فلما اجا اغير الرسالة الى نحن هنا من اجل السحة العامة ولكن من اجل الاستثمار في السحة العامة وانا احتاج الى تحقيق ربح انا ربطت هذا الافتراض الاساسي بالظروف المتغيرة وقدرت ان ادفع الى تغيير وتغيير مواقف قوي انا اقدر اربط ما بين التغيير اللي حاصل حوالي وما بين الاسمشن اللي كانت موجودة فسواء بقى ان في كل الاسطاف ايكل او كل الاسطاف مش ايكل الاسطاف عندي فيه وفيه ففيه ناس وفيه ناس تانية فممكن يكون ده احد الاسمشن اللي جوه لو انت دخلت بقى بفاكر ان كل الاسطاف ايكل وهو موجود في ثقافة المؤسسة ان مش كل الاسطاف ايكل هتلاقي فيه طبعا مشاكل مستقبل لذلك لو حضرتك عايز تغير وتعمل نظام ينجح ادرس ثقافة المؤسسة بالثلاث طبعات بتاعي ايه بالثلاث طبعات بتاعي بتعنده كيس صار يا جماعة كده حد كتب حاجة تمام موضوع ثقافة المؤسسة ده موضوع مهيب جدا حضرتك مش هتعرف تغير اللي زا فهمت الثقافة بتاعة المؤسسة الاسمتون بتاعتها مش مجرد السطح اللي فوق ده مغير ازاي بقى تعال بقى نتكلم على الموديلز بتاعة التغيير ده مزج التغيير كما نبص فيها هنلاقي ان ازاي هي بتشتغل من حيث الآيكل وثقافة هنحتاج ان احنا نبص في عملية التغيير داخل المؤسسة وهنعرف مع بعض ان في العديد اه طبعا ممكن تغيير ثقافة وده هم نقول اه طبعا ممكن تغيير ثقافة ولو بصت حواليك في الشركات مثلا الحكومية اللي اتخص قصد هل حيفضل يشتغل بنفس الفاكر بتاع الحكومة والقطاع العام والحكومة وكده ولا لازم اغير من ثقافته ايوه في سؤال محمد ساي قبل ان نجمل في موضوع الموديلز ايوه محمد تفتح مكوفون تتكلم اسهل اغير 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 الثقافة الاول الورجانيزيشن مالتي ناشنال حسب لو لو كان مجلس الادارة عايز اغير الثقافة ولا مش عايز نقولنا بقى التغيير لازم يأتي من فوق اه ممكن طبعا اغير السقافة واضع ground rule كل حاجة طيب بس ارفع ايدك عشان اشوفك انت فين عشان اشوفك انت فين واحملك اللوضع ايوه تمام يا دكتور كذا تمام كان عندي سؤال يا دكتور كان عندي سؤال دلوقتي دلوقتي انا كنت درست وخضرتك صلاحلي في لو انا لازم الجزء اللي حضرتك قلت عليه في الجبل اللي هو الجزء في ايسبرج انا تقريبا بيبقى انتتشب يعني وانا بدير بيبقى انتشب طب انا دلوقتي عايز اعمل تغيير وانت بدير وبيبقى ايه بيبقى عن اين انتشب يعني مش هاجي ناحيته لان مثلا لو انا هصطدم بثقافات مختلفة بس انا عايز اغيرها تمام عشان افرد سياسة او فالشركة فهنا الصعوبة ازا اتغلب على ده ما هو انا قلتلك دلوقتي انت انتشب معناها ان الادارة العليا مش عايز اكتج ناحيتها ولا تقصد انتشب لان هي ما ينفعش تغييرها انتشب انها بتمس يعني خليد راجع للكلشر بتاعت حتى الناشناليتي بتاعته مش مش كبزنس وايز فانا هاجي ناحيتها ازاي ده ده كان سؤال لا ما هو احنا لازم نشوف كل حالة بحالية هديني منمثال عشان اقول لك ناحيتها ازاي لان ممكن تكون انت مش محتاج تغيرها اصلا يعني عادات خليد يعني انت تخلي كل اللي موجودين في الورجانيزيشن عاداتهم واتقالتهم واحدة واحد مثلا انه هو بيأكل بيعمل حاجة معينة بطريقة مختلفة عن حد تات هم عاديين في الستور او خلاص لكن لو في حاجة هتؤثر على الاخرين في السيف بتاعه او كذا فلازم تدرس الموضوع فلو تديني مثال اللي تقصده عايز تغيره بصعب عشان نتكلم في مثال فور اكزامبل انا في ارجانيزيشن مثلا معروف ان الناس المانيجيريا لازم يبقوا من البلد الفلانية الناس او او انا عايز اغير النهاردة ده ماشي او او انت مش هتغير الا ازا كان حيساعدك في هذا التغيير حيساعد التفاعل على ان اي تغيير لازم يكون support لو top management هم مبسوطين بكده ويعملك justification كمان لازم اعمل توازنه ويبقى فيه بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وليس بلد واحدة اتفاقنا على قاعدة حطناها في بداية الكلام يا ابوش محمد ان التغيير لازم يكون متفق عليه ومبسوط من فوق لكن لو top management ومبسوطين بأن يجي لك المضرأ من ثلاث معينة ولا هتغير اي حاجة تعالى ألف شك وحتى اللي بيقول لي هنا مثلا محمد محمود بيقول اوجد اسباب للتغيير هستاذ تقدر تبدأ وتتكلم فيها انا اقول لك انسى ما تحاول تقنع top management بانه محياج هذا التغيير اذا ما كان اذا top management هو العام RFP علشان حظيك تروح تحطله سيستم جديد مش هتعرف تعمل حد بالدرجة ايه انا بقول لك يعني ده كلام علماء التغيير وده القبرة الشخصية بتاع ألف شكرا شكرا جزيلا تمام شكرا جزيلا تعالى نتكلم على النماذج اللي موجود اول نموذج هو نموذج لو لو بيتكلم على كيفية تفكيك العقل الجامعي ونحن هنتكلم على فضواته بعد شوية لكنه قائم على كده break down collective mindset معين لجماعة او لناس او موجودين في organization فانا عايز افكك هذه العقليات علشان تبقى يعني enable ان نبقى في عين برضو هرجع اقولك تادي من top management ولا هتفكك عقلي جامعي ولا هتعمل حاجة لازم يكون عندك sponsor عنده authority يقدر يساعدك في هذا مهندس عبد الله الغندي حبيبنا لأسفاق المجيك بيسأل عن مهندس عبد الله عبد الله الصوت الظهر ما حصل معلش المهندس عبد الله الغندي بيسأل بيقول ألاقي فين سخافة المؤسسة فانا مجاوب بيقول الجزء بتاع value والمعايير والقيم النورمز هتلاقيها فيه الكتب بتاعت لإيه الشعر يقولك ايه الصح ويه الغلط ويه الحق بتاع كل عليك and so on أما الجزء الخاص بال deepest اللي تحت دي هتجده عند مجلس الإدارة عند top management عند الناس اللي بيحطوا الشعارات السياسية على أساس اللي عملوا founders تحت الشركة أو organization اللي بيرسموا السياسات الجزء اللي فوق طبعا واضح بيبقى قدامك تماما نرجع تاني للموديل التاني الموديل التاني يا جماعة في التغيير اللي ممكن نستخدمه أنا شخصيا دايما أحب هذا الموديل هو كتر كتر موديل هي خريطة للتغيير عام الرودماب للتغيير مناء على الأخطاء الشعيعة اللي بتاعتها المنظمات لما نفذ التغيير يعني هو عادي رائد كده 15 سنة ويشوف إيه الأخطاء الشعيعة ويقنان عليها عام روت مبنى كما الخطوات نتكلم عن يوم بعد شعور تمام في نموذج للتغيير هذا النموذج يربع التغيير والتعلم ويقول إزاي ممكن أن التعلم يعز يعمل بشكل عميق جدا للتغيير خلينا نشوف كل هذه النموذج ونبدأ أولا ب لون أول حاجة نموذج تغيير كورت لون كورت لون أو كورت صح كورت لون عمل هذا النموذج وكوين من ثلاث خطوات نموذج كلام هذا كان في منتصف قرر العشرين يعني في الخمس سنوات تقريبا استخدمه الأول كنموذج يقدر يغير به الأشخاص بعد كده يبدأ يطبق على مستوى المنظمات الخطوات الثلاثة هي unfreeze change refreeze عايز تجمد ايه التجمد ده تجمد ايه يعني التجمد نقصد ديه هنا الأفكار اللي موجودة عند المجموذ كيف أنا في العقل عندي ايه أفكار وحالات معينة فأنا عايز أفكك هذا الجمود وأبتدي أخليهم قادرين على التجينج الأول أشوف هو إحنا محتاجين التجينج ولا بعد كده أحدد هو التجينج دوت اللي أنا محتاج ومحتاج وفاني محتاج وفاني حتة ومعامين وبعدين أبتدي أشجع على الطرق الجديدة ونبز الطرق القديمة وعايز أتأكد كمان من أن فيه سابورت من الأبر management علشان أقدر أمانيج وأفهم الناس مرتبكة من إيه في هذا الضرف بعد بعد كده أقدر أني أروح لمرحلة التجينج طبعا هي period of confusion challenge وكمان لازم تقوله clarification يعني هنا في الأول كنت بتحاول أن أنت تغير الماينسي تكسر الأفكار القديمة الماينسي هم يتعلموا الكونسي الجديد عملت كده واشتغلت في هذا الأمر أربط سألنا بقى عندنا new mindset عندنا عادات وتقاليد جديدة اعمل refresh الليها جزء من ثقافة المؤسسة اعمل يعني celebration للنجاحات وإدي bonuses وإدي support وتريني عشان ما ينتكسوش تاني ويرجعوا إلى الأدين طبعا تفاكك المجموعات والتغلب على الجنود والتحريض على التغيير من خلال التعزيز اللي جاي لك من القوة اللي جاية من فوق إيه اللي بتدفع التغيير إذا كان فيه عندك قوة فعلا جاية من top management ده هيقللك من المقاومة التغيير نفسه زي ما قلنا هو فترة الارتباك وعدم اليقين لأنه بيكون فيه تحدي وطرق جديدة وتعلم هنا بيكون فيه التشالنج مع الـ لما تعيد التجميد أو هنا أنا محتاج أني يكون عندي طرق أرسخ بيها النظام الجديد وأعمل توازن جديد وخلينا نتكلم كده على كل خطوة بالتفصيل هتقد بيكون التفصيل هنا معنا في المحاضرة دي يمكن فيه الكورس بيما فيه تفصيل أكتر عن كل خطوة من دول إحنا هنكتفي بهذا القدر من التفصيل لطريقة موديل ونتكلم برضو هاي ليفل كده على طريقة جون كوتر عنده هاي السفصار الأول على الموديل ده فيه عندي هنا اتنين ريز هاند أحمد رضا لحم لحم مكروفون أنا عمل تلب الله يزيد فضلك يا رب محمدس كان سؤالي هون طبعا إذا طبقنا هالموديل هالفريمورك وعملنا الريفريز كم من المدة الزمنية اللازم يبقى على حالة يعني العملية مستمرة طبعا وهيك جينا على رقم ثلاثة وعملنا الريفريز هون وش العوامل اللي بتلعب دور لحتى نعيد الخطوة الأولى وعلى حسب بالصناعة بتاعتك لو أنت بتشتغل في فيها تكنولوجي الريفريز مش هتستمر كتير لأنك أنت في هذه الحالة في عندك تكنولوجي مستمرة وعندك طرق في الإدارة طالعة جديدة فأنت محتاج أن يكون عندك زمن طويل استمرار في هذا لكن الريفريز بيكون في الوقت اللي أنت محتاجه لاستخدام النظام اللي أنت غيرت واضح مانس أحمد أحمد الألفي تمام يا دكتور معلش سؤال كده بعد إذن حضرتك دلوقتي لو هي اللي هتعمل التغيير ده بس ما فيش ما بينها وما بين الناس اللي تحت ما ينفعش ما ينفعش ايه اللي يحصل بقى ايه تابعات ولا حاجة ما فيش حاجة تحصل ما فيش تغيرة يحصل تعالى أوري لك الموديل بتاع كتر الحقيقة الموديل بتاع كتر الموديل يعني جامد جدا وهائل جدا هشغل لكم فيديو كده عشر دقيقة هو صحيح إن هو الفيديو داي بين كتر كويس وبناء عليه هنقدر إن إحنا يعني نتكلم على كتر لكن هو هتفتكر إن انت ممكن تتعني الحاجة بالعافية من فوقه بس وبيكبان كده لا يعني يعني فيتغيرهم ونجيب ناس تانية وتبقى عملت ريج جيريج لا لا إما تعمل التحالفات والتحالفات زي ما حنشوف بعد شواء خلوني أستوب شير وأعمل شير تاني للفيديو دوني دقائق بس ترجمة نانسي قنقر 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 who live on an iceberg in Antarctica, the South Pole. They are like a big family. They have been living as a colony on this iceberg for years, as far back as they can remember. It is their home. They don't know it yet, but change is coming for them. In order to survive, they will need to learn the change leadership process one step at a time. When they aren't hunting for creatures in the sea, they spend most of their time with friends and relatives. Except this one, Fred. Fred is unusually curious and observant. He watches the sea and stuffs his observations, ideas, and conclusions in a briefcase. One day, Fred learns something alarming. Oh, boy. I have to do something. I've got to tell Alice. This is Alice. She is one of the Penguin's leadership council members. She is tough and has a reputation of getting things done. Alice, can I speak with you for a moment? I believe that our iceberg is melting. Really? Well, show me what you mean. So Fred took Alice to the heart of the iceberg. See, Alice? Our iceberg has cracks that lead to larger caves. If the ice melts sufficiently, water will pour into these cracks in caves. If we have a cold winter, the water in these cracks can freeze quickly, trapping water inside the caves. Then, as the temperature goes lower, the water in the caves will freeze too. This freezing liquid will expand in volume, causing our iceberg to break into pieces. This could destroy our home and place us all in great danger. Hmm. This is not good. We must bring this information to the leadership council. I'll prepare a presentation to convince them that something must be done. The leadership council consists of Lewis, the head of the council, Alice, Buddy, the handsome, charismatic one, and No-No, a cranky penguin who is responsible for weather forecasts. Causing our iceberg to break into pieces. This is wild speculation and fear-mongering. Our iceberg can withstand such fluctuations. Can he guarantee his data and conclusions are 100% correct? I can't. But if our iceberg breaks into pieces in winter, wouldn't many of us die? Imagine parents who lost their children coming to us and asking, why didn't you foresee this crisis? It was your job to protect the colony. What would you tell them? If Fred is correct, we only have two months until winter to react to this threat. We must inform everyone. This calls for a general assembly of the colony. No! It would be very bad to worry them. We don't want to panic anyone. We must keep this a secret! I have an idea. Would you give me a few minutes, please? Fred went quickly down the mountain and arrived minutes later with a glass bottle. Let's fill this bottle with water, seal it, and leave it in the ice overnight. Then tomorrow we can see if it's broken by the force of expanding water as it freezes. If I am correct, the bottle will be broken. Let's do it. We'll meet here tomorrow morning. The next morning, they found a bottle broken. Oh. I'm convinced. We have to do something about this. Let us call a general assembly of the colony. And with that, the penguins started the change leadership process with step one, establishing a sense of urgency. Clearly, our iceberg is in danger. But I am confident we will find a solution. We need to act quickly. The next step was step two, creating the guiding coalition. A diverse team of five penguins was given the task of finding a solution. Lewis, Alice, Fred, Buddy, and Professor, who was the smartest penguin in the colony. Each had different strengths, and together, they were the best team for the job. Their task was step three of the change leadership process, developing a change vision. I've got an idea. Let's move to the center of Antarctica, where ice is thicker and stronger. We will be too far from the water. How will we get fish? What about using superglue to hold the iceberg together? Ha ha. That's very funny. Look, up there. The seagull. It can't fly forever. It must have a home somewhere. It could be very lost, but it doesn't seem to be afraid. What if moving from one place to another is just the way it lives? Like a nomad. I can almost see how we might live. We'd learn to move around. We wouldn't try to fix melting icebergs. We would just face up to the fact that what sustains us can't go on forever. Our founder had this same idea when he moved our colony to this iceberg years ago. This sounds like our best shot. Let's inform the others. Their next step was number four, communicating the vision for buy-in. Lewis called a general assembly again to tell all of the new strategy. Since Buddy was the best storyteller, he was chosen to tell the story of the seagull. Then Lewis addressed the crowd. We are not chained to this piece of ice. Let it melt and break. We will find other places to live that are safer. Although many penguins were relieved to hear this, many were still skeptical. So Alice came up with the idea of putting slogans on ice posters to win over the support of the colony. They worked hard to communicate the new vision of a nomadic life. Then they moved the plan forward with step five, empowering broad-based action. A scout team should go and look for another iceberg. Assemble a team and get ready. Yes, sir! Of course, it didn't go smoothly at first. Arguments broke out among the scouts. But Lewis dealt with them in a straight and direct way, keeping the focus on the main task. Then No-No started forecasting storms to discourage the scouts and lower morale. Lewis told No-No that his forecasting services are not needed at this time. Many of the penguins, particularly the young ones, were scared about the upcoming move. Buddy asked the teachers of the colony to speak about bravery to these young penguins. He inspired them to come up with tribute to our hero's day for when the scouts return. Next, they needed to act and make some progress. This is step six, generating short-term wins. The strong, bright, and highly enthusiastic scouts jumped into the water and searched for a new iceberg that would be good enough for them to move to. My life was boring. Scouting is fun! I will do this for the colony! My family will be so proud of me! When the brave scouts finally returned, they were tired and hungry. But they were greeted with a hero's welcome. They were given medals and food. They told amazing tales about the sea, about swimming long distances, and about new icebergs they had seen. As happy as everyone was to have this successful trip completed, it was no time to rest. They pressed onward with step number seven, never letting up. The next day, a second group of scouts went out and found the best iceberg for their new home. This iceberg has everything we need. A tall snow wall and good fishing sites. During the migration, our young and old can rest along the way on small icebergs. The colony moved to the new home. The move was chaotic at times, but with Lewis's leadership and Buddy's encouragement, they arrived safely on the new iceberg. However, they still needed to take one last step, number eight, incorporating changes into the culture. Although the new iceberg was solid and safe, they decided to move again the year after to an even better iceberg. They learned that to survive, constant change must become part of their culture. We can all learn something from the fable of these penguins. Here is a review of the change leadership process that the penguins used. Step one, establishing a sense of urgency. Step two, creating the guiding coalition. Step three, developing a change vision. Step four, communicating the vision for buy-in. Step five, empowering broad-based action. Step six, generating short-term wins. Step seven, never letting up. And step eight, incorporating changes into the culture. Think about these steps and how they work for our clever penguins. They can help you embrace change and keep you ahead of your melting iceberg. promise to lógica mean change into the life of COVID-19 How they work for the出来下 What the decision said von Dr. audience What the decision says of Dr. Coter Leslie Mr. Samuel Dr. Vents Mr. Nott Joe Mr. Nott اشتركوا في القناة احنا كنا نتكلم دلوقتي على الثمن خطوات تاعة خدر وكنت بسأل مين اللي ساجل الثمن خطوات تاعة خدر اخد كده فيه صوت مش كده كده فيه صوت مفيش مشكلة ايه واحد او تمام كتب واحد يبقى فيه صوت طيب كان فيه حد رفع ايده محمد محمد سيد اتفضل لشانس محمد قولينا بقى ايد ثمن خطوات وفهمتها ازاي قولينا شوية منها قولي اول خطوة كان تمام يا دكتور ان اول حاجة ان انا البلد دي كده ببيع يعني ايه المعناي لا واحدة 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 اتعطب معاك شوية اول خطوة اول خطوة كده ايه ازاي تعمل ايه يعني ومين اللي يعمل الكلام ده تفتكر انت لو عندك انت راجع هقول لحضرتك هقول لحضرتك انا مثلا ادي حضرتك مثال لو انا شفت دلوقتي مثلا اه حتة هقول لحضرتك مثال من الواقع يعني عملي او حاجة شفتها اه مثلا انا شفت دلوقتي موضوع ديشتال ترانسفورميشن انا رأيته منتشر جدا فانا دلوقتي لو هشتغل في مجال مثلا ان انا اجمع الديتا او الكلام ده كله هبيع فكرة بيزنس انتليجنس للهير منجمونت انا ابين ده لا الكلام ده لو رايح من الهير منجمونت للهير منجمونت او لو رايح من الهير منجمونت لللي اقل منها هو اهم حاجة يحسسهم ان ضرورة التغيير دي محصل كده مع البطاريخ خاصة وهو الراجل راحت وعمل تفتغطة وستعت لهم ان فعلا في خطر لما الازلازك كسرت ايوه لما الازلازك كسرت تماما فهو حاليا فهو حاليا القصة ان انا انا كهير منيج متبعه متغيري هو ده كونسبت لخضرتك ممكن تكون عايز تبص الموضوع من ناحيته انا كهير منيج لازم اوصل للموظفين اللي عندي ان انت لازم تتغير مثال بسيط جدا لو انا مثلا شركة مش هو بس لازم تتغير الورجانيزيشن كلها لازم تتغير انا كمؤسسة شغالة في مسلا هاقنع الناس اللي عندي عشان برضه عشان احنا فهقولها بسيغة تانية هاقنع الناس اللي عندي ان فيه معين لازم الناس كلها تتعلموا عشان اقدر اخد مشاريع ونفسها وبالتالي تستمر الشركة في الاداء وبالتالي الموظفين اللي عندي لازم يكونوا كويسين في السوفتوير ده عشان يقدروا يدو برودكش مسلا يعني ده صحيح يبقى اذا الكريينتينج ارجنسي والنيد فور انشينج هما دول اول حاجة اللي حنعمل جاه بوزيشننج ليه ازال انشينج علشان اذا ما قدرناش نخلق شعور باللحاح مش هقدر اروح للخطوة اللي بعدين كانت ايه الخطوة اللي بعدين حد حابب يشارك ولا نكمل مع المهندس صالح مهندس صالح ونكمل مع المهندس محمد لو في حد عايز يشارك ممكن يرفع ايده لكن نكمل مع المهندس محمد صالح مهندس محمد خطوة اللي بعدين ايه تاني خطوة تاني خطوة انا كتبها بالعالم تكوين التحالف الجريد يعني ان انا تكوين التحالف الجريد فكان لازم يحصل بينهم ومن بعد تحالف عشان يقدروا ينفزوا الخطة اللي هما يعني زي زي مين في الورجاناتيشن سيقدر تقول هما دولة اللي هتعمل معهم التحالف هقول لحضرتك الماركتينج السيلز المدراء الإدارات خليها أقولها كده مدراء الإدارات طب مش معنى دولة ما هو كل واحد فيهم مسؤول عن مجموعة ناس حيأمل جزء من هذا التغيين فعشان كده موضوع انشاء التحالف الإرشادي ده بانشاء فريق هو اللي هيبقى دوره بعد كده التوجيه وهو اللي هيبقى دوره بعد كده انه ينفذ هذا التغيين تمام؟ اتفضل كم تمام يا دكتور الخطوة التالتة developing a vision developing a vision وانس ان انا الفيجن عندي الفيجن او الهيق اللي انا اقدر احط نوع من انواع ال strategic management او strategic view للشركة على long term ال vision وهو اقدر ومن الخطوة التانية التحالف اللي حضرتك قلت افضلت وقلت عليه ال middle management هتوصل ده لل layer اللي تحت خالص بس خلي بالك مش ال middle management لوحدهم لازم ال top management هنا او ال sponsor اللي بنتكلم عليه ليه دور كبير جدا انه هو يوصل ال vision وحنشوف الخطوة اللي جاية هتكون ازاي لكن مهمة لان الخطوة دي هي الخطوة اللي بيكون من خلالها عندنا استراتيجية ومن خلالها نتفق بمنتقى البساطة كده على النهاية وحنوصل لفين من التغيير وين الاهداف اللي هتكون عندنا واهداف تكون قبلة للقياس كوسائل يعني لتحقيق التغيير فعشان كده الرؤية دي لازم تكون الهدف المعلن او البول المعلن للتحالف الموجه والاستراتيجية ويكون في خطوة تمام تعالى نتكلم على الخطوة اللي بحدي نوطة مهمة حضرتك نوطة مهمة حضرتك قلتها دلوقتي حتة المجرمنت 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 يعني زي ما حضرتك بتقول فعلا مهم جدا احدد ان ازاي عمل المجرمنت يعني هقدر اعمل تمام طيب نروح الخطوة بعدها بس قبل ما روح الخطوة معها عايزة اقولك ان الثلاث خطوات دي احنا بنقول عليها ان احنا بنخلق مناخ للتغيير من خلالهم يعني الاول انا بماهد للحاجة فعشان اماهد للحاجة قطر بيقول ان الثلاث خطوات دولة اقدر اقول عليهم كده مع بعض انهم بنخلق مناخ للتغيير قد الخطوة اللي بعديها كومينيكيتن زا فيجن اه باين جوزت ايه يعني فور باين صح مع يعني الفيجن انا عايزة نقلها عايزة نقل الرؤية دي والحاجة التغيير بشكل فعال لجميع الاشخاص اللي حيتأثروا بالتغيير ولازم يكون عندنا تأييد من كل المعنيين اذا لازم يكون كل واحد فاهم الفيجن وكأنها بتاعته ايه الفيجن الشخصية بتاعته حضرتك صلاحي يا دكتور هنا لما حضرتك بتقول أنا طبعا هتواصل مع الاجتسترنال هنا هزار عندي طرف الاجتسترنال مثلا لو انا شغال صح لو انا شغال في شركة مسلا انا بتعامل مع فالناس دي ممكن تقلق من تغيير سياسة الشركة بتاعتي فانا في الحالة دي في الحالة دي محتاج ان انا طمينهم نمر واحد مش اطمينهم وبس هتبقى مرحلة النجاح انه هما يادابت الستراتيجي بتاعك يبقى احنا وين تو وين هنشتغل كلنا بطريقة فاضما الورك بتاعي ان هو الورك بتاعي ان هو يعني 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 احنا بنعمل ايه لما بتكون مساء بنحط الورك على كلامك على مطر ادارة المشروعات لان هي اللي بشتغل هي وبالي بتحتاج ادارة تغيير لحاجات تانية لما بيكون معاهم اول واستشاري وانا بحط بروسس وبحط طول وبعمل بدعوهم معانا ان هما يعودوا ونشوف ايه الحاجات اللي حطناها وتعمل ازاي تمام 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 الخطة الكامسة كانت هي مشوان امباورينج بروت بيز يعني امباور اكشن بروت بيز اكشن يعني انا عايز بقى امكتن من التغيير مشكلة وابتادوا بقى يروحوا ويعملوا ويشتغلوا الخطوة دي مهمة جدا ومربوطة بي الخطوة اللي بعدها بس خلينا اقولك ان الخطوة دي هي تغيير نفسه مين اللي حيبقى ليه دور كبير جدا في هزي الخطوة اكشولي اللور لير في الورجانيزيشن اللي من تبدي من نفسه الهام بقى اللي حيحرك اللور لير في الورجانيزيشن دولة اللي كانوا بنطف البحر وفتاح الاهم هم المدرات بتحكم تاخد بالا يعني انا عايز اطبق التغيير في الماركتينج دي باركت او في مع السيلز او 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 طيب مين اللي حيقود التغيير في كل ادارة من ادارات اللي عملت المادر مانج بالضبط اللي انا عملت معهم تحرفات في البداية لذلك لازم الخطوة السادسة ان يكون فيه تمكين الخامسة انا اسف يكون فيه تمكين على نطاق واسع وناس تبتدي بقى اديهم وفوضهم ويبتدي يعملوا التغيير وعلشان التغيير يكله سريع هاروح للخطوة رقم ستة خطوة ستة ايه الخطوة رقم ستة بقى الخطوة رقم ستة لازم يكون عندي نجاحات سريعة وانا عادة بنعمل ايه ناخد موديل مشروع ادارة مطار ونبدأ نشتقل مع الناس ويتغيروا ويطلعوا نتائج ونقعد نعمل معهم بقى انتصارات ومددون مدد شفت كده المطاريخ يعملوا يعني يعمل لهم حفلات ويدوهم بقى شوية مدليات مش عارف ايه لشان يشعروا ان فعلا تغيير حصل وهذا التغيير جاب نتيجة يعني التغيير ده هو شخصيا كما انها تعود على بالضبط كده وده يشعر على الاخرين خلي بالك بالضبط ما هيسرع بعملية التغيير ده يا كلامك سليم بعد كده ايه الخطوة اللي كان نمرة سبعة ترسيخ عايز ارسخ اه بالضبط كده عايز ارسخ وما هنا سميناها build on the change بس هي نفس الكلام يعني عايز ارسخ الخطوة الاخيرة المكاسب وعايز ارسخ ازي اعز التغيير في الكلتشور فاعمل anchoring اللي التغيير هو الكلتشور بحيس ان التغيير يصبح ثقافة خلاص هو اتعلم حاجات جديدة اصبح جوزة من الثقافة انه اتغل بيه الجدد وهم دول ثلاث حاجات اللي بيقول لك عليهم create a climate for the change ثلاث خطوات بعد كده engaging enabling بعمل التغيير نفسه وبعد كده بقى يبقى عندي implementation للsustainability من خلال اني never let up واني اني ان اشتركوا في القناة